ثلاثة اربع لاجئين والنزحين سوريين او خمسة وسبعون بالمئة منهم يعانون من اعراض نفسية خطيرة يقول تقرير صادر عن منظمة الاغاثة السورية البريطانية التقرير اوضح ان هذه الاعراض او ما اسماها صلاحا بالطراب ما بعد الصدمة هي نتيجة عشر سنوات من الحرب في سوريا صحيفة الجارديان البريطانية نقلت عن المنظمة البريطانية قولها ان السوريين كافحوا من اجل حصوله على الدعم خلال الاعوام الماضية كاشفة عن دراسة اجرتها المنظمة شملت سبعمائة وواحدا وعشرين سوريا يعيشون في لبنان وتركيا وادلب شمالية سوريا مفادها ان اربعة وثمانين بالمئة منهم لديهم على الاقل سبعة من اصل خمسة عشر من الاعراض الرئيسية لطراب ما بعد الصدمة معد التقرير وعضو منظمة الاغاثة السورية شارز لولي اشار الى اهمية الانتباه الى الاضرار الهائلة النتجة عن صدمة العقلية للنازحين واللاجئين على حد وصفه المنظمة دعت لاستثمار اوسع في خدمات الصحة العقلية للاجئين السوريين في دول عدة لاحتواء انتشار الطراب ما بعد الصدمة وامام تلك المعاناة وصلت عدد اللاجئين السوريين الى نحو ستة ملايين وستمائة الف لاجئ بما يعادل ثمانية فاصل خمسة وعشرين بالمئة من اللاجئين حول العالم بحسب تقرير لمفوضية اللاجئين الاممية نشرته في حزيران من العام الماضي في حين تقول منظمة مناسق الاستجابة ان عدد النازحين بلغت نحو مليونين ومائة الف مليون نازح في شمال السوري